في أعقاب قمة القاهرة للسلام التي عقدت في القاهرة في 21 من أكتوبر الحالي وفي ضوء استمرار التصعيد في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانية أصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية بيانا تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي وإدانة التهجير القصري الفردي أو الجماعي وسياسة العقاب الجماعي إلى جانب تأكيد الرفض لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب وتأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقية تأجنيف لعام 1949 وكذلك مطالبة مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدامي لإطلاق النار إلى جانبي غيرها من النقاط ترجمة نانسي قنقر